الفرق ما بين التدريب والتعليم إذا ما أمننا أنه التعلم والتعليم قريبا لبعض فنبغى مهندس توضحنا الفرق ما بين التدريب والتعليم بسم الله الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله في البداية التعليم هو عملية تربوية هذا أمر مهم لا بد أن نركز عليه هو يعتمد على نقل العلم والمعرفة والحضارة والثقافة والاتجاهات تعتمد على التلقين أو تفهيم الأشخاص الآخرين عن طريق التمذير والنظرية أما التدريب هو عملية مستمرة لتزويد الفرد بالمهارات اللازمة والخبرات والاتجاهات يهدف إلى رفع الكفاءة الانتاجية يهدف إلى تنمية قدرات الفرد ومهاراته وسق المواهبة يهدف إلى تغيير ارتجاهاته والسلوك خاصة فيما يتعلق بالعلاقات كذلك يهدف إلى تمكين العاملين من إتقان عملهم هذا بشكل سريع ومبسط لكن لو جئنا نقارن ما بين التعليم والتدريب نقارن من أي ناحية؟ نقارن من مدبوعة نواحي يعني مثلا لما نجي للتعليم التعليم يجباري لا بد أنك تدخل للبدرسة لابتدائي ست سنوات ثم ثلاث سنوات ثم ثلاث سنوات ثم بعد ذلك الجامعية أما التدريب هو اختياري هو يقوم عليك أنت تريد أن تسق المهارك تريد أن تتقن عملك فهذا جانب الجانب الآخر اللي هو أن التعليم طويل طويل المدى أما التدريب قصير قصير دوراته الهدف عادة يكون في التعليم هدف عام أنه يتعلم العلوم والمعارف أمور عامة وأساسية أما التدريب فهو يكون الهدف منه هدف محدد لإتقان مهارة محددة مثلا مهارة التواصل مع الآخر فبالتالي أنت هتأخذ يومين ثلاثة أيام على حسب الدورة لإتقانها الحاسب الآلي يعني مهارة إيجادة هذا المنتج الجديد في عالم التطور وعالم التكنولوجيا جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر